المتتابعي قناة الفاس باريس مرحبا بكم بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة تقديم وثيقة الاستقلال لمقاطعة سيد بليوت مديرة الدار ويدا دورة واحد النشاط على مستوى شارع 11 يناير بوسط مديرة الدار ويدا الأمر عادي جدا ولكن المشي عادي وأن مستشار جماعي داخل مقاطعة سيد بليوت في الدورة المقاطعة الأخيرة وأحد من الدورات العادية لهذه المقاطعة خرجوا نتافضوا وقال لأن رئاسة المقاطعة لست قسم حزب السياسي من أجل القيام بهذا النشاط وهذا شيء أمر غير قانوني وغير معقول بأن رئاسة المقاطعات نستق مع حزب سياسي وبأن الجميع المنتخبين وما فشي ترشعو تنشعو في الانتخابات تختفي الألوان السياسية من أجل ملاقشة القضية هذه نستضيف سيد جواد أرسام كان بودنا أن يحضر معنا واحد من حزب الاستقلال من أجل معرفة وجهة نظر الحزب في هذه القضية ولكن لم يلبوا لأسباب خاصة بهم سيد جواد أرسام مرحبا بكم مرحبا بكم وشكرا للاستضافة شكرا للاستضافة وشكرا للاستضافة للنشاط أنت فتت في آخر دورة مقاطعة CW وقلت بأن رئاسة المقاطعات نستق مع حزب سياسي من أجل تدير واحد نشاط لماذا؟ بالنسبة للناس لو جاءت نظر الحزب يقول الأمر عادي أن رئاسة المقاطعات نقص مع أي كان لماذا تدير واحد نشاط دياله؟ أولا هي مسألة ليست انتفاضة هي تدخل كان في إطار نقطة نظام طرقنا له في الدورة لأن الدورة هو الماكة الوحيد اللي يمكننا أن نعبر بها الأرأة ديالنا خصوصا أن تكون حاضر معنا طاقم الصحافي الصحافة الوطنية وكان هناك الجمهور المواطنين وكان جميع النواب إشكالية اللي كانت في هذه النقطة بالضبط لأنك نجمع من نقاط لتطرقنا لها وهذه بين النقاط لتطرقنا لها هي هاد الناشاط هذا اللي الدار بدكرة تقديم وثيقة استقلال أولا الدكرة هي دكرة غالية على الجامل المغاربة الدكرة ما يمكن إلا أنا معها والاحتفالية ديالها والغير هي نخص الدوز في واحد شروط اللي هي موينة باش ننظمها حز موين فذلك من حقهم باش ننظمها جمعيات فذلك من حقهم طبعا حالا مني انه اضحت فعيل ما كان في الدوراء اننا لها علاقة لي بالحزب اللي ينتم ومشي ضده هو فعلا هو حزب وطني وشارك في المناظرين دياله والقدمات دياله وشارك في تقديم هذه الوثيقة الاستقلال والوثيقة الاستقلال اللي هي اللي يمسيني فيها يعني مجموعة من رموز الوطنيين اللي نقشته هو ان المقاطعة باش ننصق مع حزب موين ماشي غرفة النشاط في اي نشاط فذلك ممنوع علاش لان مني كنطلعو ننجحو فالالوان ديالنا تدب وشو ممنوع او غير قانوني غير قانوني غير قانوني لان لانا ميمكنش ان الحزب يقول لي كي نستق مع جامعة موينة في النشاط يمكن مثلا يندي النشاط في بعض المصالح تابع لي وفي اطار طالب قاعة او طالب كده فذلك جائز ولكن باش تكون شاركة في واحد الفلاير اللي تتوزع من طرف الرئيسة بدون استشارة للمكتب ولا مستشارين لانا ماشي انا هو الوحيد اللي درتد لان ملاحظة فبشو معا من المستشارين اللي هم ما معجمو بشد الامر هذا وبالتالي ما معجموش غير الشق ديال التنسيق بين رئاسات لانا حتى المطبوع ما كانش فيه المجليز ولا رئاسة مجليز مقاطع يعني نصق مباشرة مع الرئيسة والرئيسة درتد العمل هذا كان باب اولى بما انه نشاط كبير كان اخدو حتى طابع مويا يا اما قد ديله مقاطعة كتبناه وتمشي فيه يا اما ان الحزب يتبناه هذلك شيء شأن خارجي ممكنش اللي انا ندخل فيه خصوصا انه بعد ما عرفت ما انه التتموي للذيك النشاط كله كان من طرف الحزب يعني مفتيشية ديالذيك الحزب هذا مع العلم انه تنقوله وتنعوده يعني للاحتيار عام الكبير اللي كتنظيم والتدخول ديالي ما عنده علاقة يمكن نظر على حزب سياسي اكس ولو يكون الحزب سياسي ديالي انا يعني المبدأ هو انه خاص المقاطعات تبقى في حياد تام عبقي الاحزاب لاننا من انطلعنا احنا يا فعلا انطلعنا كاحزاب سياسية وكونا المجلس فدبنا الالوان ديالنا واللي الحزب الواحد عدنا هو حزب مقاطعة واللي غني الخدمه هو المواطنين ولكن البعث يقول بانه خرجت عجواد رصام يعني منشي خرجة بريئة على اعتبار انه يمكن واحد المشاكل عام صوت فوضات على هذه يعني لو انك حصلت على شي تفوضات دي ما كانشي خرجة للخرج هذا كلامهم يحترم اللي عنده شي حاجة فعلا المسألة التفوض هو قانوني يعني انني انطلبه وكنت مقانون مع العلم وتنقول لما ادمر بهذا انا مني ما طلبت شي تفوضات يعني شخصية انني باغي شي حاجة يعني عاري من الصحة الكلام هذا ولكن لي لي كين وهذه ملاحظة مع مجموعة من ملاحظات اخرى اللي اشترتها في جدول الاعمال اللي كانت كفية اما فيها خروج على القانون اما فيها خار الخروج على العرف العام ويمكن اننا ندرجو فيه انا باش ندربط هذي بالتفوضات فالتفوض حق قانوني اني محقي انني نطلبوه بما انني صوت علي الناس ودرنا تشكيلة بكتب والمكتب يتكون من رئيس ونواب وهذا النواب هذا هو شنو اختصاصات ديالهم وينقون على الرئاسة في مجواجهة وكذلك تياخد اختصاصات معا احتر رئيسة واخد اختصاصات معا لهم البعض ذات يقول بان انتوا كمستشارين البعض منكم تبقى مربعي دوت يتنى الدورات متى تشاهدوش على مستوى الميدان متى تحتوش على شراكات متى تحتوش على مزموعة من الاشياء اللي تزيد بالمقاطعة ابدا نحن متواجدين في الساحة بشكل يومي وكن نشوفه الساكينة وتنشتغلوا على قدر الامكان ديالنا وتنتصلوا بالموضافي المعني بالامر بحسب الامكانيات المتوفرة ربيد الحال اختصاصاتي مخصوش تجاوز بما انني ما عنديش تفوض معين ممكنش لي انني نقرر وبالتالك يبقى لك الطلبات مجرد طلبات كم شعب الموضاف ولا مسؤول على القسم ايما يقضي اجتهادات 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 اما اننا نديروش عاجل فوق طاقة ديتنا فذلك بيمكنش العكس اللي كنشوفوه اننا تنشوفو بعض المستشارين يقومون بمهام ديال الانابة اللي ما محقوش لقانون وهذا هو مسألة كنشيرو لها بانا ميمكنش ان شي واحد يديرش اختصاص اللي ما مخوش له القانون القانون مخوش الاختصاص للرئيس والنواب يعني حتى القانون تيقول لك بانا المستشار ما عنده حق قاعب قيدور في الجامعي لما كان جاي قديش اغراض من اغراض دياله يعني هدا قانون ما يديروه هذا القانون واضح في قانون 139 روه ماذا الان الوضعي سيح المقاطعة سيدي بليوت من بالميل فاتلي متروح في هذه المقاطعة وقد يتح محج الملكي وش تتوب ان مقاطعة سيدي بليوت اللي عند امكانيات دياله ضعيفة في اطار المجلس المدينة وش قادرت يعني تتهم في حل هذه المشكلة وهو المحج الملكي هو مشكل عاوية جدا المقاطعة ماشي هي اللي بالاختصاصات ديال احنا متدخلين في واحد جانب معين مع العلم اننا نتحمل واحد اللعب الكبير وهو في ذكر الرخاص اللي قد تعطيه ديال الافراغ باش يعدي الدار على السقوط قد تعدي رخصة باش انه يخرج الحماية ديالته ولكن هاد الموضوع هذا وموضوع ولا يخصونا نخطوه بواحد مقاربة مقاربة اجتماعية ومقاربة اللي تكون فيه جميع الاطراف الان كنشوفو بان هاد الميلف تلاتين عام ووتي دور في الساحة من المفروض انه واحد تتعوده 40 قطار قصة تخرجي الله وصلنا الواحد 16 قطارات اللي اخووها من المفروض انه كانت واحد نسبة موئينة ديال الساكينة اللي قصة تتحول الفائدة به الان تنرجع وقع الى العدد اللي قبل مني كان فهدي 30 سنة الاعتبارات عدة والتفرع الاعتبارات ديال الاعتبارات اللي هي غير قانونية اللي كنشوفو بان الناس تستافدوا بالخارج هذا وخاصة تفتح فيها تحقيق لان نشوفو هاد الناس اللي ما كيروش محصيين وما كيروش ساكنين في المنطقة ولا هم اللي كيستافدوا هاد الميلف ماشين اللي تنقولو هاد الميلف هادا راب شوفو فيه مديرين ديال المسؤولين للحبس يعني ما تنقولش عزم فراخ بما انه ماشي للحبس الا وانه كنشي عاجل ماشي هي هاده انا ما نشوفو هاد الوكوطي هذا انا كنشوفو هاد الوكوطي واحدة اخر عدنا ساكينة عدنا دور اي للسقوط خاصنا جوش حويجات يا اما كنفرغو هاد الناس ونعطيهم البديل يا اما نعطيهم روخاص ديال الاصلاح ويصالحوه اما ساكين ديالهم ما يمكنش يا انا نفرغ واحد الناس مهيانين وده بالخطير في الامر وولينا تنشوفو بان تلك الاماكين ديك وشستاش ولا ما اعطيهم البطارات اللي اخوه في هاد المناطق هاده اللي يجمعو فيها الزبال ويجمعو فيها الحجر وذيك شي ته هادك الاماكين ولينا كنشوفو هاده عمر من جديد يا اما سونا دعك تجي وتتعطيهم نفس هذا الحق هاده وتتنسق مع بعض المفاعلين في المنطقة وتتعطيهم ذيك الفضاءات باش يديروها ملاعيب وليديروها شي عاجة والعاملية هاده خاصة في نقاش لانا منيك تفرغ لاش كتعطيهم ونخليه الساكينة المالكي ونديرو فيها او على الاقل هناك مشاريع اجتماعية اللي ممكن لنا نديروها لغي يسبدو من نماط مقام الساكينة الى حين يخرج لك المحج المالكي ولا الى حين يخرج لك شي التصور اللي كان ولا نشوفوا شي التصور اخلنا 30 عامة التصور اللي كان مهوش التصور اللي كان دابا يعني كين وجهة نظر ستقول بان خاص تصور ديال مشروع زاهم محج المالكي يتم اعادة النظر فيه اعادة النظر فيه او تسريعه يعني غير مخصوش يبقى فهذا العنق الزجاجة دابا الان وصل الوسط وباقي كين ولدات اللي دابا ولا ورجالة وكانوها اطفال كين لي متولدش قاع باقي وتعلن الملف ودابا الانت هو كي طالب بسكن وتأخرت المشروع محج المالكي تقولي تي خلقين هاد مشكلت عن هيار ساعد دور الاعلى للسوق هو السكن وهو السكن خاص نعرفوه عدو جمع بزا بدي الحويجات علش كي ظا انهارو كين اونا بناء اللي ما بيدون رخاص كين الديور اللي عنا في المدينة كين مباقي السكن في مجموعة ملا يعني المدن القديمة انك تلقى الدار طالع فات 3 ولا 4 ديالي طاجات بلا بلا سواري بلا والو اعتبار ان الناس خاصة تذكر هادا والدو يزيد لهم بل ركايز يزيد لهم بيض ويزيد ضالا يزيد كده وكنشوفوا بانا اشكل اللي حامي هاد العملية هادى هي ان الديور كانت من الاساس بصوبة بالحجار وهاد العملية هادى وبتالي دار شدد دار مي قطيح دار قد تجرر معاها صف ديال الديور وكنشوفوا بانا ما تجري في الجانب هذا دونك هوا مشكل تقري كبير خاصو ارادة حقيقية كين بيجي ديره دولة خاصو نعرفو واش عندها الامكانيات ولا ما عنداش الى عندها الامكانيات دات السريع لما عنداش الامكانيات شوفوا كيفاش نخرجوا بدائل عندنا مخبارة عندنا ناس اللي يمكنهم انهم عندنا ناس في المنطقة وأن المنطقة لساكنتها كيفاش منطقة لساكنتها كنعرفو بان منطقة الامدينا عندها واحد خصوصيه وانا الناس تخدموا وكال المرساة تخدموا فيها كالنطقة تخدموا فيها كالنصatta تشعرون فيها كالنصا اكبر من الحضارة يتولي بدوي وكالترتب على مشاكل تطلب اطلاقي اللي خرج من الخدمات وكالي بزبري العويجات. علش من ديروش فكرة ديال منطقة. واش هادوان المدينة اللي طرعرع في المنطقة وكان هو من الناس اللي احياء وترجع المدينة ما يمكنش انه يسكن تماما. وتكون واحد مقاربة اندماجية شدون بنية موبلات. والدولة تاهيية تستافد من ديك الموبلات. لان من غدا نطلع موبلات تقدر نص ديال ديك المعمارة يمكن تستفد منه الدولة بس تستمر فيه. ونقول الناس ما لانها في وسط المتينة. باش يقولي انه نخرجوا الناس لاعتبارات والغايات موئيانة لان الان كنا عارفوا بان الضربة دوادي معروفة فيها واحد دلوبي خاطر والدلوبي العقار. والان دلوبي العقار يمكن انه اللي نشوفه حتى مسؤول في المجاليس. اللي نعينه على مجموعة عمل بقع. عينه على مجموعة منطقة ولات اللي نعرفون منطقة مشات بعيد. ولا تفعلها مارينا ولا تفعلها فيها امارات كبيرة فيها واحد منطقة اقتصادية فيها رواج اقتصادي. علش ممكن شها الساكينة تستافد تاهيية. ومسيد بليوت هي واجهة الدار بيضة يعني وسط المدينة وذي شاركي. ومسيد بليوت رات قريبا نرى ماشي قد سير غير الناس الساكينة ديال دار بيضة كاملة لان واحد العدد كبير الملايين كانت نزلتها تشتاغل الوسط وبالتالي يعني خصا نتعاملوا مع واحد مقاربة اخرى. دقنا وسط المدينة ما تشوفوا ان الوضعية اللي تعد وسط المدينة تعد دار بيضة دي مدة سنوات عشر سنين ولا اكثر. يعني ونتعدوا واحد وضعية اللي هي كاريتية. انتم كان مقاطعة ما مستحضرينش الواقع. اولا باش نحطكم في الصورة لانها تتوى بيت القاسيس باش نرجعها او تنيني لبين النقاط اللي اطرقت لها. الان احنا يعني احنا كنا في الطورة كان اليوم 108 يوم. دي بغا دي تكون 114 يوم من انتخابتي انا. كنا هناك اعراف. اعراف اللي كتدوز عن جميع المقاطعات. وجماعات وكل شيء. وان من اللي كتدوز مئة يوم تعطي. كنت تحاسبوه وكناعطيهم دي خارطة الطريق. الان مقاطعة سيدي بليوت لم نجتمع بعد باش ندروا خارطة الطريق مئينة. احنا كطلع ناك احزاب درنا واحد تحلوه يجبوا على سياق ممكن نتاركوه فيها من بعد. واحد سياق مئين. كل واحد عنده برنامج محلي دياله. كان من فرود علينا اننا نجمع الفراقاء ونجلسوه ونعطيه واحد تصور مئين اللي غادي يكون متقارب ما بعدياتنا. احنا كنعفوه بانه لا تخرش او تاني اختصاصات ديال الجامعة. اختصاصات الجامعة والمقاطعة اللي نحن مواحد. اللي هي اختصاصات داتية اختصاصات مشتركة واختصاصات المنقولة لي. ما قد تخرش على هذا اختصاصات هذا. لان بعض المرات تولينا تنشوفوه كنديرو شيء ادوار ماشي ديالنا. تصوبات شركات مئينة. هدوما الادوار دياله. نقوم احنا بالدور ديال الشركة. هدوما نصوب قادوس خسين وقفع اليه. كلها. انا خسين ناخد الامر. نشوف التوجه والتصوه العام. عندنا موظفين لي هم محناكين. كنقول سيد بليوت فاصل بليوت. كانت هي واحد قتابة في اطار النظام الجماعي. كانت هي احسن واغنى جماعات في جمال افريقيا. ومنين كانت في النظام ديال المقاطعات كانت احسن مقاطعة. بحكم ان الاطور اللي كانوا فيها. تكسع منكات الجماعات. ومنين دخلنا في نظام مقاطعات كانت احسن مقاطعة. كنقول الأطور اللي كانوا فيها. والمدفي اللي كانوا فيها. والمهنديس اللي كانوا فيها. كانوا مدفي اكفاء الي يمكله يعطي الإبداعات ويقرشون انا. لاان الاعتبار compares together an account term and all SoThe haben�� deals. وام after the 경اوج. المهنكات والتقعود كان الاعتبار الثاني وهو ودي المتخبين اللي كان ييجي وقدن يwdQL i because they realized they all are playing with this machine. ويقر تكون قلاعtake بأنще مشي مع هدوش ممتقيون الآن. واحنا بڭم مدre architectural agn والميديس اللي كانوا فيها. على الأقل ما دعنا ناش مجلسناش وما دعنا ناش وحط الصور عام اللي غن يمشيوا إليه ولا على الأقل ما جابشنا الرئيسة وحطت الصور وحطتو لنا ولا أساس أننا نقحو شيئا ما ونزيدو فيه ونقصو منه وما جيت مدينة أصلا باقي مدينش برنامج عمل دياله ومشي تبعو المقاطعات فعلا فعلا هذا كينات العملية هذي ولكن هذا ما ما تبقاش ده بما أننا ما حصلنا في سيد بليوت عندنا رقعة جغرافية صغيرة جدا ومشي كبيرة صغيرة ولكن متطلبة دياله كثيرة إمكانيات طبيعا حتى هي صغيرة يمكننا أن نبتد باسميته كبيلة طرحت واحد نقطة مهمة وهو مكتمس بتيش لنا شراكات عنا مكاني مش شراكات عنا نختصدين نواد حينا مميحنا مش شركة باش نجيبه شراكات مؤنية الشراكات اللي هي من ضم القانون رهكينا عندنا مجلس المدينة متعاقد مع مجموعة من الكون مجموعة من المؤسسات شركة ديال التنمية شركة ديال التنمية يعطوها بزموعة لأشيطرات التنمية وقاكي ديروانهم يعني تيعطي الاقتراح ديالهم والشركة التي تقوم وقتنفذ نحن عندنا مدى مسؤولين في أقسام ومصالح اللي كتصلوا بهذا المؤسسات هادو نحن يعطيهم الفكرة وما تنسقو وما تيجيو تيخدموه بفضل إطار هذا اللي خصنا نبدعوه ونزيدوه ونشوفوا شي أفكار كبيرة نسقوها مع مجلس المدينة باش يكون عندنا براميج كبيرة ماشي براميج جيال حويات وكذا مغرب من باش جيالي حيطة إيا بالنظافة مقولة وكي نمو نخال النظافة شوفها من دورها الشامي ديالسيدي باليوت الكبيرة ماشي زنقة صغيرة ورق تيجا وات شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي قناة الفاسبرس إلى لقاء في لقاء جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة